قلينا نروح للإنترو بتاعنا أو المقدمة الشهر ده كان فيه أحداث مهمة في الألعاب الأخرى في النادي الأهلي يمكن كان فيها مباراة السوبر الأفريقي لكرة اليد عندنا مباراة الأهلي والزمالك لكرة اليد بكرة إن شاء الله وعندنا يوم 30 سبتمبر انطلاق البطولة العربية لكرة السلة للفريق الأول لكرة السلة خلاص ماتش السوبر عدى عندنا بكرة مباراة الأهلي والزمالك كلنا ثقة في فريقنا كلنا ثقة في الجهاز الفني إن شاء الله اللعبة والجهاز الفني قادرين إن هم يعني يحسموا اللقاء بكرة إن شاء الله ليه أنا بقول كده بقول كده لأن مباراة بعد مباراة اللعبة دي بتكتسب خبرات وشفنا الأداء بيتطور بعد الاحتكاكات متعرفين طبعا أن متوسط عمر الفريق الصغير وبيعتمد على اللعبة الجماعية يمكن فريق جديد فريق بيتبني بشكل يعني بقاله سنة أو اتنين كل مطش بيكتسب خبرات أكيد هم بعد مطش السوبر أحسن بعد مباراة الدورة يركسفات أكيد هم أحسن أنا بقول ثقتي في المكسب جاية من ده جاية إن فريقتنا إن شاء الله يوم بعد يوم بتتحسد وقفلوا على نفسهم وشتغلوا ربنا يكرمهم كانت انطاري محروز بيبزل مجهود معاهم اللعبة ما بتتأخرش أنا كنت في نادي الأهل مبارح وشفت اللعبة هم خارجين من التمرين حقيقة باين عليهم التركيز والتعب يعني بزلين مجهود والله كان بالصدفة يعني ما كنتش قاصد إن أنا ندخل الملعب أو شات التفكيرهم بس هم كانوا متجهين لغرفة اللبس وأنا كنت قاعد مبارح في النادي شفت قد إيه باين اللعبة طالعة مجهود في التمرين التركيز لمين بعضهم إن شاء الله قلنا ثقة بكرة في مباراة الأهل والزمالك إن شاء الله يكون الفوز حلفنا وتبقى خطوة جيدة للدوري إحنا أكتر فرقة حاملة للقب لقب الدوري المصري إن شاء الله بكرة نعزز ده بفوز وناخد الصدارة لجدول الترتيب الدوري العام إن شاء الله ده كان الحدث الثاني في الشهر عندنا الحدث الثاني 30 سبتمبر إن شاء الله البطولة العربية لكرة السلة البطولة العربية لكرة السلة مستر أجوستي بوش ده ما حدقكم عارفين تولى المسئولية من شهر تقريباً والفريق كان في المنتخب أو أغلب لعبته أربع لعبين كانوا في المنتخب جمع الفرقة بدأ يتمرن صعد اللعيب الناشئين كان لها الشرف أنها حضرت تمرينتين أو ثلاثة للفريق خدنا مباراة مباراة الأداء كان اعتماد كله في الأداء على الناشئين لغاية ما نضم رباع المنتخب إيهاب أمين وطبعاً عمر طارق وعمر الجندي وعزب نضموا للفريق طبعاً مع المحترف لسه بيتعالج لسه ما نضمش للفرقة يعني كنا عنده شد بسيط في الضمة يارب إن شاء الله يلحق البطولة العربية إيهاب أمين كان معنا الحلقة اللي فاتت وطمنا بشكل كبير إنه ممكن يلحق البطولة العربية زائد فكوادي اللعيب الأمريكي اللي نضم للفرقة بس البطولة العربية عشان يلعب معنا البطولة العربية إذن الفرقة استعدت بشكل مش وحش طب البطولة العربية دي أنا بس بطالب إن إحنا نصبروا على الفريق دي لسه في أول الموسم مستر أجوستي بوش يعني الجهاز الفني وكل الناس قال لهم أنا ما عنديش بطولة هقدر أشارك فيها مش هشارك فيها هو بيبص إنه يبني فريق بيبص إنه يعمل يعني مستوى جيد للفريق يقدر بيه يروح على على السوبر المصري أو دور السوبر أو دور المصري نقدر ناخده اللي غاب عنا عدة سنوات اللي قصد أقوله إن البطولة العربية دي احتكال قوي طيب البطولة العربية تقول لي يا كابتون طب إنت ليه بتقول إنها كده صدقوني البطولة العربية بتبقى قوية زيها زي بطولة أفريقيا يمكن بطولة أفريقيا بتبقى قوية شوية ان فيه اربع اجانب واثنين في الملعب بيبقى الموضوع شوية بس هو نفس القصة في اتنين اجانب موجودين في الملعب في البطولة العربية زائد فرقة كتير جدا بتبقى صرفة وجايبة مدربين وكتشات اجانب بطولة صعبة انا لعبت يمكن عشر بطولات من البطولات العربية دي يعني كتير فعارف قد ايه البطولة بتبقى صعبة جدا وتجربة قوية جدا للفريق عشان يستعد احنا مش هنطالب الفرقة طبعا احنا بنلعب ان احنا نكسب ان شاء الله والفرقة تكسب بس صبرا على هذا الفريق لسه فيه فكر جديد شغل جديد دفاعيا وهجوميا هنشوف الفرقة بشكل قريب منهم ان شاء الله يكون يعني باذن الله زي ما يقوله التوفيق حلفنا باذن الله في البطولة العربية اللي هتنطلق يوم 30 سبتمبر اللي احنا فيه في اسكندرية او المبارالين هتكون مع بطل اليمن هيكون في صالة الشط بصالة الاتحاد اسكندرية يوم 30 سبتمبر ان شاء الله كل التوفيق لفريق الاول مستر جوستي بوش واللعبين